يا أهلاً فيكم أصدقائي كيف حالكم؟ هالمرة الفيديو عن النبت الأميقة المتقلقة المناسبة للإضاءة العالية أو يعني ممكن تتأقلها مع الإضاءة المتوسطة وبدها مكان واسع لأنها بتتفرع كثير هل أفرطيكم كيف فالمونستيراه رح نحكي شو أنواحها شو مشاكلها كيف نكاثرها كيف نهتم فيها فليكم معي بداية جيبوا العصير تبعكم الأشي البارد المهم عشان هيك نستمتعوا لأنه الدنيا شوب صراحة أنا عم بصور الأيام كتير شوب ومش مشغل المروحة عشان الصوت يكون واضح عشانكم يعني أنا عم بسيح حالياً فعم بشرب باربيكان حالياً للشعير عشان هيك أمازميز وأنا عم بسولف معاكم طيب يا جماعة نحكي عن المونستيراه أنا ليش بلشت بالورقة الخربانة أو الميتة أو المحروقة بالأحرى عشان أحكي لكم ما تحطوها بالشمس لأنه هاي البقعة بتصير لما تنحط بالشمس وكمان هي عم بتصير ورقها أصفر لأنه هي عم بتبدل لو إنه لو إنه في نقص حديد أو نقص عناصر كان بسيل فيه على الأوراق الباقية لكن هو بس على ورقة واحدة وهي أصلاً قديمة ولازم خلص أني أقصها بس أنا ما قصتها حكيت بقصها معاكم عشان نعرف كيف تنقص من وين شو الجزء اللازم ينقص منه المونستيراه زي ما أنتم شايفين هي نبتة متسلقة وجدورها كمان من النوع اللي بتحفزها أنها هي أصلاً تكون متسلقة هلا هي إبرغرين فلاورينك بتعمل زهرة حلوة زي زهرة البيستي اللي بتشبهها يعني شوي لكن يعني ببلدها أو بحالات معينة بتنظر مش دائماً حتى الشقوق اللي بتطلع عليها تطلع لما يكون في بيئة مناسبة ومثالية إليها لبعض الأنواع طبعاً هلا هي بتوصل لعدة أقدام ممكن لست متر وكمان هي من النباتات اللي بدها شوي ترطوبة المي بدنا نحكم فيها بس ما نزيلها يعني هي بتضل نبتة داخلية وإذا بنحطها برا خارجي بدها تكون بمكان سيمي شد ثلاث أنواع على المونستيراه رح نحكي عنهم أو لوحده مونستيرا دلسيوسا، مونستيرا ألنسونياي، مونستيرا بيرغادا هلا أول واحد الدلسيوسا اللي هي وجود بتكون ورقتها وكلها هولز بتكون فيها هاي الثقوب الثانية السويس جيز لأنها بتشبه للجبنة السويسرية لأ معظمهم بحكولهم سويس جيز بلانت للمونستيرا يعني ان جنرال عنا آخر واحدة الفرقاتة هي من الأنواع اللي بتصير فيها طفرة جينية فبالتالي الأنسجة بتفطل قادرة على إنها تنتج لكلورو في اللي بعطي اللون فبصير في عنا تغير باللون أو بقع بيضة عليها فبتكون لونين أخضر وأبيض المكان المناسب للمونستيرا بدي أعمل البلانس بتوين سن أنت شايد يكون مكان برايد لكن عند غيرت سن في مكان فيه إضاءة منيحة لكنها غير مباشرة من الشمس لأنو حكينا الشمس ايش بتعمل حروق في الوراء طيب بالنسبة للووترينج أو الري لا المونستيرا بدي يكون عند الحاجة عند يقاف التربة ممكن نحكي وان سويك يعني مرة بالأسبوع أو ممكن مرتين بالمدن اللي بتكون كتير شوب لما بدي أجي أروي فمسك هاللبدة شايفين كيف بشوف بمسك التربة بحاول أدخل يعني أصبعي بالعمق على قد ما أقدر بشوف هي رطبة هاي أنا هاي اليوم سأيتها فبالتالي هي رطبة فما برويها من هون لعبين مجف يعني دخلي تربة جف بين الري والتانية ليس بسرعة أول ما أشوفها نشفت بسرعة أروي لأ خليها نجف شوي وبعدين برويها طلعوا كيف يضل على الإيدين لما تكون التربة رطبة البيتموس يضل على الإيد فهيك بعرف إنه هي آ رطبة طيب هلا إذا صار عندي أوفر ووترينج يعني أنا زادت الري فبصير الأوراق لونها أصفر بس مش هاد الصفار بس كمان إذا صار في عندي أندر ووترينج إني أنا عطشتها برضو صار عندي الصفار مع بقع بني ما عدوا بولي أنا بدي أراقب العلامات ماشيفة براقب العلامات اللي ما عدوا بولي معناتها هي بدها مي زيادة وأنا عطشتها كثير ممكن بعد ما العلماء عملوا دراسات عن نفك المنستر عنوا ليش فيها هاي الثقوب؟ وجدوا أن الثقوب موجودة لأنها بتزيد مساحة سطح الورقة بالتالي بتزيد نسبة الضوء اللي داخله بتزيد نسبة الأمطار والمي بتصير تتسرب عليها وعلى النباتات الثانية لأنها بتكون أصلا بالغابات المطيرة اللي كلها نباتات وكلها بتكون جم بعض فوق بعض فهي يعني هاي تسمح للأمطار والضوء أنه تدخل من خلالها هلأ هاي عشان نقصها مع بعض هلأ فيه بد أفرجكم هاي الورقة الجديدة هاي الورقة الجديدة اللونها أفتح فيها ثقب صغير لسه طبعا كل ما زاد عمر الورقة بتزيد عدد الثقوب اللي فيها وكمان حسب البيئة إذا كانت مناسبة ضوء مناسب في تسميد في ري مناسب بتزيد عدد الثقوب كانت هاي ملفوفة على بعضها بعدما صار بتفرد تفرد صارت هيك هاي أكبر واحدة أقدم واحدة تشوفوا ما أكبرها كيف عليها تر حلوة طيب هلأ خليني أجيب المقصة فأجيكم كيف من قصها من الأفضل لنبتة المونستير يعني أنا إذا حطيتها بمكان أضل أدورها كل فترة يعني مثلا طول الشهر هي كانت على هاي الجهات تجاه الضوء بروح مثلا بدورها بخلي الورقة هاي مثلا هاي الورقة تجاه الإضاءة الشهر اللي بعده الورقة اللي بعدها وهكذا ليش عشان أسمح للإضاءة أنها توصل لكل أنحاء النبتة لكل أجزاءها عشان تستفيد أكبر هلأ المونستير ممكن أنها تنصب بالبق الدقيقي وبليتربس كمان ويفضل زي ما شفتوا أنه نظلم سحة لأنه ورقتها كبيرة بالتالي بتجمع غبرة أكتر من باقي النباتات يعني هاي بحسش كتير عليها أصلا مسحها شوي بيكون صعب لأنه هي كلها تقوب وجم بعض بيكون موسيقى 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 درجة الحرارة المفضل للمونستير اللي هي من 18 إلى 30 اللي هي درجة الحرارة المعتدلة كمان هلأ التكاثر ممكن أن نقص فرع يكون من تحت الجذر اللي بيكون طالع الجذر الهوائي حكت لكم أنه بيكون لها جذر هوائي هلأ البذور ممكن تكبر لدرجة أنه شيكلها مش مقبول بيكون فممكن أن أغرسه بالتربة أو ممكن نقصه عادي ما في مشكلة أو أخذ الفرع كله مثلا أحطه بالماء أو حتى بالتربة مباشرة يعني مش ضروري بالماء لأن الجذر الريدي هو طالع طيب هلأ إيش فيه نقطة بدي أحكي عنها إذا زرعناها بالبذور أو بالشتلال وشفنا الورقة ما صار فيها ثقوب معناته بدي أغير الإضاءة الإضاءة مش كافية أو الريم غير كافية بالتالي بدي أحطها بمكان مناسب وممكن أني أسمدها لحتى تعمل هاي الثقوب لأن الثقوب هي دلالة على البيئة المناسبة إيش كمان ضايل طيب هيك خلصنا خلينا حلق فرجيكم كيف منقصها فرجيكم بس الشغلة صغيرة وأنا بشوبر بطلعوا شو عملت كسرت زهرة الأنتوريوم مش عارفي كيف هيك يدي اجت عليها انكسرت فهلأ بحطها بالماء وإن شاء الله بيمشي حالها هلأ خلينا نحكي عن تكاثر المونسترة أو مثلا هاي الورقة شوفوا كيف تعبانة خلص لازم تنقص يعني أنا مش شافي في إليها فايدة إنه هي الضل شوفوا كيف هلأ أنا من هون بدي أقص من هون من آخر من آخر الفرع تباحا موسيقى 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 هيك منكم وصلنا على نهاية الفيديو يا رب يكون مفيد ويا رب يكون أصير ومش ممل حكينا كل التفاصيل عنها بدها مكان في إضاءة ساطعة مكان واسع لأنها كتير بتفرع ويأصنبت عملاقة سريع الأصوات الناس اللي برة بس لازم أنه الفيديو خلص قدي أحمص طيب ري معتدل عن جفاف التربل بدها الشيء من النباتات السهلة اللي حتى الناس بتسافر وبترجع وتكون هي ميحة زي ما يعني إذا سأيناها ميح وتكون لما ترجعوا كتير ممتادة فديروا بالكم عليها وصراحة إذا ما عندكم منها فراح عليكم كتير يعني أنا كتير مثلا بحب الصبح حيث لما أصحى أشوفها هي بحطها عند الامرائي هناك تعمل منظر كتير حبي خصوصا بالزوايا اللي بتكون فاضية والحيط أبيض فتعمل المنظر كتير حبي ما تنسوا لايك سبسكرايب ما تنسوا تشيروا الفيديو لكل حدا بحبها النبتة وبحب النبتات بشكل عام تكفيدوا وشكرا لكم وإلى اللقاء